أكد معالي الشيخ حشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظة العاصمة أن مملكة البحرين تمتلك مرتكازات أساسية قادرة على خلق بيئة تكنولوجية تمهيدا لتوطينها على غرار الدول المتقدمة وذلك من خلال تنمية القدرات الوطنية كي تساهم بفعالية في التطوير المعرفي محليا وعالميا مبينا معالي امتلاك البحرين قاعدة علمية مهيئة وقادرة على الخلق والابتكار مثلا ذلك بالشباب البحريني الذين أثبتوا للجميع مقدرتهم على استعاب المعارف العلمية والتعامل معها وتطويرها جاء ذلك على هامش زيارة وفد مكون من عدد من الجهات الحكومية والخاصة لمدينة شينغن بجمهورية الصين الشعبية برئاسة محافظ العاصمة في إطار جولة ترويجية ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري بين البلدين وذلك انطلاقا من مذكرة التفاهم الموقعة بين محافظة العاصمة ومدينة شينغن الصينية سبتمبر 2016 ميلادية وقد زار معالي المحافظ المركز العالمي للإبداع في التعليم العالي المعتمد من منظمة اليونسكو العالمية ومركز الدراسات والبحوث التابعين للجامعة الجنوبية للعلوم والتقنية والتي تقع في المرتبة التاسعة على مستوى الصين من بين 4000 جامعة منتشرة في البلاد حيث طلع معاليه على تجربة المعهد في تعليم الطلبة مختلف العلوم المتصلة بتقنية المعلومات والاتصال إلى جانب التعرف على البرمجيات التي يقوم المركز بتطويرها والاستراتيجيات المتبعة في تطوير هذا القطع وفي الختام زار أكاديمية هواوي لنظم المعلومات والاتصال وخلال اللقاء طلع المسؤولون من الجانب الصيني على الفرص التي تتمتع بها مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات مبدين اهتمامهم الكبير لإيجاد تعاون انتنائي مع مملكة البحرين في مجال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات